سوف نعطي الماكلة للحوت هاكم الزبينة أخيراً لقنا هذه الماكلة لقناها رجابوه نحن نقلب مكان قوهش لقناها تلقى هذا الماكلة ممكن قليلاً لقناها لقناها هذه الملاحظة مرحلة اعتقد مستخدمين وقسمناها في البواطات لقناها مكانت تلقاش دائماً وصرحة كرتح غالية هذه وريقات الرقاق كرتح غالية ومشيء ما كتشبعهم مش مساكن هذه تبارك الله أرى مزيانة وكلش تشحل بلحاته إلا ما شاء الله ولا قوى إلا بالله هذا هو وليدتهم كبارة ترى ما تشحل الحجم بينهم وهذا هو وليدتهم وعندما لا تشحل الأمام هو وليدتهم الأمام المخالب وهذا هو وليدون وصدر الأمام المخالب وغوزاتي وصدر الأمام المخالب والمخالب لا يوجد هناك شخص لا يوجد منه ولكن لن يتصفى الحمدل الله لن يتصفى الحمد لله يستطيع المغرب من البونج يستطيع المغرب من البونج اذا أردت العديد من الخنق يمتلك الجهاز تقوم بخنق وكان يزلع من الخنق لا يمكننا مشكلة وكانت المرأة نحط الماء ونفطره نحط ونضع لا يوصل لشمش والباكير سوف نضرب هذا المنظر كبنين وقلسة هنا نرى الورد هنا لا يوجد حجر لنضرب حجر الخيط لا يوجد حجر لا يوجد حجر سوف نضرب حجر سوف نضرب حجر ونضرب حجر ونضرب حجر الحمد لله لا يوجد حجر الحمد لله هذا المنظر جيد لا يوجد حجر في الأول كان المنظر خائب والورد هنا كانت تسجيل ونضرب حجر الزريعة يقفل ونقصت والذي يقفل ونقفل 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 ونقصت ونقفل والذي يقفل ونقفل من الماء ونقفل ونقفل لأنه لا يوجد من الماء ونقفل لفضل الماء وظيفت ونقفل ونقفل هنا هذا الماء من الصغيره من الوصول على مكانك ونقوم ببعض الماء ووحدة هنا هذا الماء يجبني بالمائدة وشاء الله سوف يتوقف في الوصول على ماء ونرى حيوجات ونرى هذا فيديو يتوقف في الامر ونرى جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقينا سطح العامل كما تشوفوا وراء اللون طبعا حتى ذلك الحيط وخدرت له الملقات التي يستعملوا في الزليج ولكن لقيت فكرة فترة هي أنني سأجعل بحصف حتى هو كما تشوفوا رأني جربت واحد الحجرات والقطرة خصوصا أن هاد الفيرنير كي يكون كي المعدة به هكا وفاش كي يبات كما تشوفوا كي يقول لي اللون ديالو بهد ما كيبقاش باين اللمعه وهذا شي اللي يعجبني فيه هنه كما تشوفوا سليمان راه بداكي شو كي باش يدير لان روبيني باش غا نديروه من يعني يعني يجي تيو ديالو من على بره باش غادي نركبوه ان شاء الله المهم سنقضي هادش ان شاء الله. بالنسبة لهنا كما كنت شوفوا غراها فيرنيت وطبعا حفرت حتى البلاصة ديال ديال اسميتها البلاك كويسونت. لحقاش كنا مأجلينها حيث كنا نخدمو. ما عليش المهم كما كنت شوفوا غراها فاش ننشوف الفيرنير عن نفس الطريقة اللي وردتكم في الكوزينة الخورة. كنخلي وهي نشوف لغد ليه. كنديروا واحد لحكا خفيفة وكا غيتحار شي كنا نرطب فيهم. عماش يرطب بزاف غير باش يحيلي هذي اللمعة. وعاد كنديروا الطبقة الثانية لانا اللونانية كنت شرب. بالنسبة لهذا الحيوط هادو صافي قررت اناني منسبة غامش لانا صراحة حتى شي حويش كنت مأجلهم باش حتى تخمر ليه الفكرة فراسية مزيان. لحقاش بعض المرات كنت كنزرب وفاش كنا بغين نسكنوا في الدار كنت كنزرب وش حام حاجة عاودنا راكم لاحظتوا هادشي وعرفت راكيني الناس اللي انتقدوا وقالوا ضيعتوا الوقت وضيعتوا المجهود المهم راكنا بغين نسكنوا ماذا بب شوي يعلينا احنا دبار الحمدلله ساكنين هاد هاد جيها هادي غات نصاوبوها بشوي يعلينا باش تجي منتقونا كيما بغيت. المهم كيما كانت شوفوا صافي راها فيرني تكون شي بالنسبة لدك التحت تهو غادي نفيني غادي نمسح ذاك الشي ونسبغ ذاك التحت وبالنسبة لخشبرة كيما قلت لكم غادي نخليه في اللون اللي عجبني اللي هو هاد القهوي اللي شوية باهت كيعجبني بزاف وخاصة راح الكاميرا ما كتعطيش حقه هو اللون زوين كيبان شوية بحال قديم ولكن مزيان بالنسبة لها كيما كانت شوفوا ذاك فاش بغينا نحفروا البلاست البلاك كويسان تلقيناها باللي را هاديك البلاست اللي درنا على قد البوطة راها صغيرة دكشي على شهر غادي نعاودوها المهم ده بتشوفوا فاش نركبها كيفاش غادي جي ولكن هنا غادي نعاودوا ببدلول هادي كونتر بلاكية غادي تبدل غادي نديرو ديركتومون فاش غادي نساليو الأرضية غادي نسدوها بواحد للاطل اللي غادي نسدو بيهم الجنب يعني ها الطبلة هادي ما تبقاش بينا طبلة هاتولي سطح عامل يبان مزيان هو غادي تسد من الجنب كيما كانت قلت لكم وجيت البوطة حتى هي غادي نغلفة إن شاء الله الخشب راكيل غا يقول لكم غير خليتي بذاك اللون أصفر أنا صراحة كي جيب لي الكتئاب هاداك اللون أصفر للخشب لأن هاد الخشب را ذاك الرخيص ماشي ماشي متلا لاتخ او لا شي نوع اخر او لا الارز او لا القرقاع او لا هادو كي عجبوني فلونهم أما هاد النوع هادا اللي هو ذاك البواروج كي يقولون البواروج ما كيعجبنيش اللون ديالو هاداك شي علاش كان حاول نخرج ذاك اللون اللي هو قوي شي شوية ما كان بغيش يوقفها الصورية وكانت بقى مسألة أدواق كل واحد حور في الدوق ديالو لكن بالنسبة لي نحنا يا هادا هو اللون القوي اللي كيعجبنا المهم كي ما قلت لكم را غادي نحاولو ان شاء الله نقاددو هادش وخا را ما غاديش يكونوا مسدودين شراج معلما نديرو لهم ذاك الكادراج وكي ما قلت لكم غادي ناخدو وقتنا باش ننفكروا واش غادي نديرو شراج مسدودين او الا غير الموستيكل مدوك الشي غادي تعرفوه ان شاء الله بالنسبة للحفراء اللي هي اللي غادي تكون ديال الكوزينة هي هاد البلاصة اللي حيدنا من الشجرة غادي نزيدو نكبروها ان شاء الله باش غادي نديرو فيها يعني تولي تغطا عد نغطوها من الفوق باش نديرو ان شاء الله فين يمشي المادي الكوزينة نصف المادي ما غادي نخوينا هاد الشي كامل نقيه ما غادي يبقى حتى الشي حاجة المطارية غادي يمشي لغاراج ان شاء الله او غادي نديرو لبليسة فين نبدأ ونخدمو حيث نجيبو هاد الخشب ما غادي نخدمو هاد المرة حنايا نهائيا عايز بقى القليسة مزيانة ونقيها نجيبو هاد يلقى فيني غلاس ويرتاح لان الجو على البرك يكون زوين وحتى احنا صراحة كنا نرتاح بفاد البليسة باش كنا نتغدى ويش كنا نقلسو في العشية الى بقى نشي وقت في نقلسو طبعا لاتنت خلطت هاد المرة جديدة لان هادو كانوا متنتين مش حال هادي قدرت تقريبا نفس اللون يكون ذاك القهوي اروا خفتو باش مقندير طبقات لان كان خاف راه وقعت لي بعدها في هادوك البودرة ديال الدار جاني اللون مغلوق وحتى لاتنت اللي لقيت ماشي لكاليتي المزيانة ودك شي مهم كرفسني وضيع لي المنظر اللي انا بغيت ويجي زع ما بيبان قديم ولكن ما يبانش لونه مغلوق ما عليش مشي مشكل مهم هادبا رحت الخبرة كان اخدوها مع الوقت هنا كيما كتشورة بديس كان ندير فلخشب وكيما كتشورة بديس كان ندير فلخشب وكيما كتشورة كان خليتيه نشف عاد كان زيد او تاني الطبقة تانية وطبقة تالية حتى يطلع لي اللون اللي بغيت وكيما كتشورة انا علقتك شلي موجود عندي دوك الكاسرونات دوك اللي زي طاجر اللي دارت غير اللي موجود عندنا غير دك شلي ما يعني حيدنا من قبل يعني دوك اللي زي كرة كانوا محتوطين ديك الطاجر اللي بضحتها هي كانت عندنا فلاتولي وكنا حيدنا مش حال هذي دارتها تماما ولم يملون كيما كتشورة هذا هو اللون اللي كي حمقني كيبرز هذوك العروق وكيجيب حل الخشب الغالي هذا هو اللون القهوية ولي كي حمقني جمزيان اه جبت لمواعنات ديالي فرحة على صراحة القسم توم غادش نقول جبت كل شي لانا الكوزينة الخراحة تايرها بقادي نستعملوها كما كتشفوا يلاه هذا باقي تسقف هو اللي باقي في الخدمة ان شاء الله غادي جيو نشار يعني رجعي خدمه في مورا الصيف وغادي يصاوبونا الخشب ان شاء الله باش نصاوبو السقف ونديرو هاد الكادراج ديال الشراج بجيما أقول لكم هادي ناخد وقتنا باش نعرفو يعني هادوك الشراج موش نديروهم دفات كي تسدو او لا نديرو غير يعني كادرون ديرو مستيكر موامدك شادي نكتشفوه وبنسبة هاد الكسرونات وما زال ما غسلتو مش غير علقتهم ما عنديش كروشيات باش نعلقوهم درت فيس واحد العقيقات كينين عندي ودرت فيهم الخيش لما هادوك شي غير مزروب ما شي هذا هو الشكل نهائي ديال الكوزينة كامل في الاخيرة مازال غادي نزيدو حويجات اللي غادي يعتو الفينيسيوم مزيان إذا بحاليا نستفدو من هادشي ما نبقوش عايشين فروينا لأن ذاك الخشب وذي كروينا فإن كنا كان القطعو ثم يعني توحشنا هاد البلاثة أخذت مدة طويلة ما قسنا فيها ما كنشفوه جبت الزعتر اللي كان يبصرها دي متانوح المعاهتي بدي تفرتت لي يا فضار اللي هي بعده هنا ماشي مشكلة رعا نشطمه ومشي على براء المهم الحمد لله رعا مزيان القادية الأرض مازال حتى يعني تصاوب إن شاء الله بالنسبة لنا را كان فكر ديالهم واحدة ردويات خسنا غيش يت بزوين يكون ديالولا باش يعطي المنظر شيك وخصا إلا كان بالباج غالي يجي زوين المهم ما نزربش كي ما كتشوفوا بعدها طلقت الحالة ولينا كان أغسلهم معلتنا هنا وكان طيبو هنا وحتي لا كانت العائلة فاش كانو جاورا قلسوا حدنا تمو أنصوا بلمجموعين حنا بعده أراكم عارفين العائلة هما اللي عندنا بزاف تيجيوا داك شي باش يعني الواحد يقلس هو معاهم ماشي مخشيف كوزينا هما في صالون أو لا بالنسبة لهنا را قلت لكم هادي شي مازال غالي تسد إن شاء الله كان فكر ندير غير شي ريدو حاليا باش ميبقاش داك المنظر داير بوطا كيبا على ما نقاددو داك الشي بالنسبة لهذا يعني لباجر كويسون تاية كان فكر إن شاء الله ندير لواحد البلاطو هادي يكون بحال قرادة وفي نفس الوقت يكون كاش لها يعني إذا كانت تغبر حيث مفتوحها دنيا وحنا باقين كنخدمو كتتغبر هادي ما زال كان فكر في ديالقادية نديرها إن شاء الله صافي ما يمكن ما كتشوفو وراء الحمد لله والأرض اللي جاءت لكم عندي لها فكرة زوينة غادي نشاهدها معكم وهي غادي تعمر بعد ذلك اللي جواهي يعمروا بسيما لأنه ماش نحيدو البافي ومن بعد كي تسبغ وعاد كي تدالوا واحد زواق ديال لك شي مغريبين مهما داك شادي تشوفو إن شاء الله ساقف رمزال غادي نزيدوا لوا كي مقتلكم إما الحديد إما خشب حال كي درنا له باشي كال يتويل مزيان باش ميبقاش معاوج كيفال من الفوق معاوج وغادي نديرو إن شاء الله لإزولاسيون ديال الفرشي او الليلة لقنا ديك لالين دوفير ان شاء الله ديكشي كلو عادي تشوفو مستقبال نغيد دبار احنا واقفين وكنتنا وصراحة المرطة نفسيا واحد لوقيتها عالصبت كانشوف باغين نخدمو هاتشي موقفنا احنا في هاد الفترة دي الصيف كان نخدمو اغلبية غير في العشية او للصباح يعني ديك الفترة ديال الدهر كامل ها مش الدهر زعمة ديال ما بين 12 تال الخمسة ديالعشية ما كان نخدموش فيها لانك تكون الشمش فوق رصن ذاك شي علاش بعدها على الاقل واحد يقلس ويرتاح مزيان مثل غادي نبدلو هاد الفترة كيما كتشوفو راش الشمش داخله ولكن راحنا جايبين وان شاء الله غادي نديروه كبير باش يغطيه وما بقاش تدخل لنا الشمش تماية وكيما قلت لكم مرا باقي نسدو هاداك القدام لانه شوفوا القيطات ديال الجيران كي يجي وكي وصخوا الفراش هاد المرار ما كينش لوسخوا بزاف ولكن باش تكون شتاش نقول لكم مرا كونش كي تعفل الفراش كله داك شي بشرا اني خليتو ما بغيتش نبدل بشي فراش زوين وحتى هادوك اللي كانابي را ما زال ما غاديش نقيسهم دابا حتى ان شاء الله نساليو باش نعرفوش غادي غاين نسبهم اولا نكمل علي وموليو دي كانابي مغالفين بتوب يعني بحال دولي عدناه نفس السنو كي يعجبوني بزاف داك شي كلو اراه المين فيدينا ان شاء الله نصابوه مع الوقت غير يتقدنا دي الشي ان شاء الله يكون باش نخدمو صار حكي كان بقى كان كانت صيف باش نخدموه ولكن را المكاتيب يعني الحاجة فاش كتتأجل را ما غادت تكمل ان شاء الله غير فوقيتها غير دابا حاليا بعد الواحد يقلس ويرتاح ما يبقاش دي كان روينا هنا وان شاء الله ما زال غادي وخا ما نخدموش قاع في الصيف نخدموه في يعني مليت بدا القرية انا كنا نبغير العطلة ولكن ما عندنا ما نديرو بقى نخدموه بشوية لنحتي يكمل هادشي لازر باع الاصلاح هادشي اللي كيه اللي مهم انا طولت عليكم هاد المرة البلا بلا درني حلقي صراحة كان اضرب الزب باش نشرح لكم ولكن ان شاء الله ما زال هادشي غادي تقدم نبقاش لانتظار خيب يعني دا ما غادي نعيش وحياتنا عادي الحمدوله مقاش نتسنى ونشجار حتى يجي على خاطره ديك الساعة ان شاء الله عادنا بدأ نقدو ونبدأ نسدو ان شاء الله هادشي اللي كين متلقا في الفيديوهات المقبلة بحول الله بسلام عليكم موسيقى